نحن الآن داخل حيطي في مدينة القامشلي الأوضاع هنا تبدو هادئة جدا بعد الوصول إلى اتفاق ووضع هدنة بين عناصر الدفاع الوطني وقوات الأمن الداخلي الأصايش بوساطة القوات الروسية وقيادات قوات سوريا الديمقراطية طبعا بعد سلسلة اجتماعات ومحاولات فاشلة من قبل القوات الروسية لوصول إلى اتفاق نهائي يرضي جميع الأطراف هنا الآن أيضا تجري اجتماع آخر داخل المطار القامشلي للوصول إلى صيغة تفاهم طبعا هذه هي حيطي تمكنت قوات الأمن الداخلي كما نرى من التقدم والسيطرة على عدة شوارع أخرى بعد الاشتباكات التي جرت خلال الأربعة أيام الماضية أما الآن الوضع كما يبدو الآن هذا الهدوء يخيم على المشهد هنا المحاولات الروسية لا تزال مستمرة للوصول إلى صيغة تفاهم طبعا قوات الأمن الداخلي الأصايش أكدت بأنها لن تتنازل عن الشروط التي وضعتها والتي أبرزها حل عناصر الدفاع الوطني والبقاء في المناطق التي تمت السيطرة عليها خلال الاشتباكات الأخيرة طبعا حل عناصر الدفاع الوطني أيضا هو مطلب شعبي وكان بطلب من وجهاء والشيوخ العشائر العربية بعد أن كانت تقوم بإثارة الفتنة والمشاكل هنا في مدينة القامشلي ولا سيما استهداف عناصر قوات الأمن الداخلي وأيضا استهداف المدنيين هنا في مدينة القامشلي ترجمة نانسي قنقر